السلام عليكم أهلا بكم متابعين قناة الموسوعة أغلب ذكرياتنا عن المشروم أو الفطر إننا كنا بنتفرج عليه في كرتون السنافر وكان المشروم في الكرتون ده هو بيوت السنافر ولو جينا لأرض الواقع فالمشروم عامل مشترك في غالبية الأكل اللي بنكله زي البتزا والمكارونات وكمان السندواتشات والعلماء بيأكدوا إن المشروم بيكون طعمه مختلف من شخص التاني فبعض الناس بيحبوه مع الأكل وفي ناس تانية مش بتقدر تدوقه أصلا إلى إن العلماء برضو لما حبوا يتكلموا عن المشروم حذروا من فكرة أكله من الأساس لإن غالبية أنواع المشروم سمى ومضرة للبشر وكمان بتتسبب في حدوث خلال وظيفة في حواس الإنسان معاكم عمر السيد والنهاردة هنتكلم عن الفطر السحري أو المعروف بمصدر حبوب الفيري الأزرق قبل ما نبدأ الحلقة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل حلقتنا الفطر السحري أو فطر السيليوسبين واللي كمان بيتم تعريفه بالفطر السايكديلي هو مجموعة من فصائل الفطر اللي بتحتوي على مواد السيليوسبين والسيليوسين وقلميا بتكون المادة الفعالة فيه هي السيليوسبين والنوع ده بينتمي لفصيلة من المخدرات بتسمى سايكديليكس ومعناها مجسدة للروح والعقل وهي عقاقير قوية جدا في مفعولها اللي بياخدها وبيد منها وكمان قدرتها جديدة جدا على السيطرة على الدماغ والتلاعب بيها أو حتى إعادة تنظيم وتشكيل كمية الدماغ والغالبية العظمى من العقاقير دي لم يزبط هلميا خطورة أصارها الجانبية أو حتى وجود أي أضرار منها طويلة المادة على اللي بياخدها وحتى إمكانية إدمانها قليلة جدا وده على عكس المهدئات القوية زي الأفيون ومشتقاته اللي هي المورفين والهيروين أو المنشطات القوية زي الكوكايين والأنفيتامينات والمخدرات بتحقق مفعولها عن طريق ثلاث آليات أساسية وهي إجبار الخلايا العصبية على إفراس كميات كبيرة من النواقر العصبية واللي هي مواد كيميائية في الدماغ مسؤولة عن المشاعر والحالة المزاجية والإدراك والآلية التانية هي منع إعادة امتصاص النواقر العصبية دي لفترة طويلة نسبيا والثالثة إن تقوم جزئيات المخدرات دي بتقليد النواقر العصبية وده بييجي بسبب تشابه تركبهم كيميائيا بس بتكون خطورة استخدام المخدرات دي إنها بتجبر كيمية الجسم إنه يضاعف المفعول فبتأثر المواد دي بشكل مباشر على الجهاز العصب المركزي للإنسان وبتحسس اللي بيستخدموها بأثار كتير من ضمنها الإحساس بالسعادة الشديدة والهلواصة البصرية والسماعية وبطأ أو سرعة الإحساس بمرور الوقت وبالإضافة لشعور الشخص بالرضى عن نفسه ورحت البال واللي ممكن يستمر لشهور بعد استخدام الفطر وبتبين لنا الأثار المعمارية والفنية التاريخية إلى إن الإنسان استخدم فطر السيلوسبين في عصور كتيرة ما قبل التاريخ ده غير الحضرات اللي عاشت في أمريكا الشمالية والجنوبية واللي كانت ومازالت بعض طواقفها بتستخدم الماشروم في التقوص الدينية تعالوا مع بعض بقى نعرف إزاي بيشتغل الفطر أول ما بيدخل جسم الإنسان لما بيدخل فطر السيلوسبين الجسم بيتحول إلى السيلوسين واللي بيلعب بشكل أساسي على النقل العصب المسمى سيروتينين وده بيمنع عيادة انتصاصه وبالتالي بيطول فترة إقامته في الدماغ ويستمر مفعوله معاه لمدة أكبر وكمان تعزيز وظيفته عن طريق ارتباطه بمستقبلات السيلوتينين في الدماغ ومضعفة مفعولها والسيلوتينين بيلعب دور مهم جدا في حواس الإنسان زي تنظيم المزاج والإدراق والسعادة والسلوك الاجتماعي وكمان الشهية والهضم والنوم والزاقرة وحتى الرغبة الجنسية واللي بيحصل في لحظتها للعقل هي نوبات من الهلوسة بيتم تسميتها بالتريبس وهي شطحات في الخيال بتشبه جدا الأحلام لكن بتكون مدتها أطول مع شوية ألوان غريبة وكأنك بتشوف الألوان كلها مع بعضها وأغرب وأكتر ثبت في المحتوى من الأحلام العادية اللي بتشوفها في لحظات نومك والنوبات دي من الممكن إنها تكون أفضل أو أسوأ التجارب في حياة الشخص بحسب عدة عوامل من ضمنها الأجواء المحيطة وشخصية المتعاطي وأفكاره وتوقعاته ومخاوفه وكمان حظ الشخص في وقتها ومن أثار استخدام الفطر السحري في التجارب الجيدة إنها بتعزز الإدراق وتقوية ملكة التخيل والإبداع بشكل مزهل لبعض الناس وكمان زيادة الانفتاح والقبول الاجتماعي والسلام النفسي والاسترخاء وكان بيقود الدكتور روبينت كارهارت فريق من البحث في مادة السوليسبين وخدرتها على تخفيف أعراض الاكتئاب مقارنة بالأدوية العادية وقال الدكتور روبين هو رئيس أبحاث التغدير في كلية إمبريال لندن إن ظهر لأول مرة تغييرات واضحة في نشاط الدماغ عند المصابين بالاكتئاب اللي تعالجوا بالسوليسبين وده بعد عدم استجابتهم للعلاجات التقليدية وكتشف الباحثين إن مادة السوليسبين بتؤثر على الحالة النفسية للإنسان وبتعيد تشغيل الدماغ وده وفقا لوصف الأشخاص اللي شمالتهم الدراسة ووضح الدكتور روبين إن السوليسبين ممكن يكون علاج كدفعة أولى للخروج من حالة الاكتئاب اللي بيعانوا منها المرضى وقال الدكتور روبين إن الدماغ ظهرت وكأنها كانت مكتومة وبليدة أو حتى ميتة وإن السوليسبين رجع شغالها تاني وفي دراسة تانية اتعملت في سنة 2016 في جامعة هوبكنز استخدم الباحثين الفطر السحري لتخفيف توطر والخوف من الموت لمرضى حالات سرطان العضل وكانت النتيجة مزهلة بالنسبة للأطباء وكان بيساعد على تقليل الألق والكآبة والخوف من المرض لمدة ست شهور على الأقل بعد طاعات الفطر السحري ودراسة كمان من أطباء وعلماء هوبكنز واللي بتعتبر أعلى وأبرز الأصوات في تشجيع وزارة الصحة الأمريكية لنقل تصنيف الفطر السحري من جدول واحد اللي هو بمعنى عقار دار وعرضة للإساءة والاستعمال والإدمان من غير أي فايدة طبية لجدول أربعة وده معناه أنه عقار خفيف أو عديم الإضرار واحتمالية إدمان وسوء استعماله قليلة جدا وصاحب فوائد علاجية وعيدة بما يتوافق مع الأبحاث العلمية وعلى الرغم من النتائج المسيرة المحفزة جدا إلا أنه مازال مطلوب عمل كتير من الدراسات لحسم الموضوع والنتائج الإجابية للفطر على إنه علاج وده اللي هيساعد ويعجل بشكل كبير لتصنيف السينوسبيل ليكون علاج وفي سنة 2006 تولت الحكومة الأمريكية دراسة عن التأثير الروحاني للفطر السحري على بعض الأفراد وبعد شهرين من التجربة أكد 79% من المشاركين على شعورهم بتحسن بدرجة كبيرة في حالتهم النفسية ورضاهم عن حياتهم وبياخد الفطر حوالي 20 دقيقة بعد دخوله الجسم قبل ما يبدأ مفعوله واللي بيكون من 3 ل 8 ساعات ولكن ممكن تكون أطول بكتير وانت جوة تجربة لأنه بيأثر على إدراقك وإحساسك بالوقت وفي نوعين رعصيين من الفطر السحري لكن أنواعه تصل لمتين فصيلة والفطريات السحرية واستعمالها معروف للبشر من عصور كتيرة زي ما قلنا وفي رسومات في كهوف الصحراء الكبرى عمرها على الأقل 9000 سنة بتأكد على إنهم استخدموا الفطريات السحرية دي قبل كده وهي دي بقى قصة الفطر السحري لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير واسبونا في التعليقات الموضوعات اللي تحب ونتكلم عليها ونشوفكم الحلقة الجاية